بسم الله الرحمن الرحيم تارة يضطر الإنسان لأكل الحرام أو شربه لجوع أو عطش بحيث لو لم يأكل أو لم يشرب سيهلك أو سيصاب بداء عضال أو نحو ذلك وتارة يضطر إلى الأكل والشرب خوفا من طرف آخر تقية أكل أو شرب هذان القسمان مرة القسم الثالث أن يكون الاضطرار لمرض شخص مريض وصف له دواء وهذا الدواء محرم أكلا أو شربه فرضنا مثلا هالأيام توجد حبوب يعبرون عنها بزيت السمك قسم منها يعني يوجد منه ما هو سائل وتوجد منه حبوب لونهم جميل ذهبي زيت السمك زين هذا شنو السمك أحيانا يكتبون أنه هذا زيت كبد الحوت إذا صح هذا الكلام فعلا هذا زيت كبد الحوت فهو حرم لأن الحوت سمكة لا فلسلها كلمة الحوت تطلق على مطلق السمك حتى السمشة الصغيرة اسمها حوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ومو شايل لحوت بقدها المسجد سمشة صغيرة في آية أخرى إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع حيتانهم يعني أسماكهم الحين هالأيام الحوت يقصدون به السمكة الكبيرة ويكنون به عمن يمكنه أن يهضم أموال الآخرين بشكل ضخم مثلا يكرفهم كرفة يسموه حوت زين عموما لأن الحوت ضخم يكرف يأخذ كثير فإذا صحيح هذا الحشي اللي هم يقولوا هذا زيته كبد الحوت حرام المفروض أولا وبالذات حرام من دون ضرورة ما يجوز يقولوا والله يقويني كل يوم أكل حبتين حبة أشرب من هذا الزيت حتى جسمي يتقوى ليه يتقوى منو قال لك قال يتقوى جسمك أكل أشياء ثانية أكل عسل أكل لحم وإذا ما تقويت خلص يعني لازم واحد يصير قوي خلي يصير ضعيف على كل ما يجوز في الوضع الاختياري لا يجوز أفرضوا مثلا أكو حد شيء بالأثناء ينقال أن القبقب شايف أنا واحد كاتب في كتاب أن هذا القبقب ما أدري ينفع لفلان مرض حطوه بعد ريب جرة أو خلوه ينطبخ وبعدين دقوه حشي طويل وعريض أنا شفت شخص الله يرحمه توفي سوى هذه الشغلة ولا استفاد منه مجرد حشي واحد كاتب له كلمة والناسهم كثيرا ما تتشبث بكل حشيش كثير منهم على كل إذا واحد ما كان مضطرا الحين يروح للصيدلية يعطو دواء هذا الدواء فيه شيء محرم الكبسولات يقال يقال والله أعلم هاي يكون واحد هو يبحث يقال هذه الكبسولات مصنوعة من جيلاتين الحين هم بعضهم يقولون جيلاتين خنزير أجل لكم الله حتى لو مو جيلاتين خنزير حتى لو جيلاتين بقر نفس المشكلة الجيلاتين إذا مو مأخود من حيوان مذكع نفس الإشكال موجود ذاك خنزير وهذا بقر غير مذكع ميته نفس المشكلة فيه فإذا ما كان مضطرا أكيد ما يجوز حرام إذا صار مضطر يعني يسأل الطبيب يسأل صاحب الصيدلية هل هذا الدواء له بديل في دواء ثاني حلال إذا فيه خليستعمل الحلال إذا ما فيه المرض اللي عنده نعوذ بالله مرض عضال شديد عند آلام كبيرة بحيث فعلا يشوف نفسه مضطر إلى استعمال هذا الدواء يجوز إذا ما وصل الأمر إلى هذا الحاد المفروض ما يجوز إذن هذه ثلاثة موارد للاضطرار مرة يكون للجوع والعطش ونحوهما فيأكل أو يشرب الحرام مرة يكون خوفا من شخص آخر ومرة يكون بسبب المرض مسألة الحين واحد جائع ومضطر الجوع ماخذة أو العطش ويوجد طعام أو ماء ملك لشخص آخر الحرام اللي كنا نتكلم عنه سابقا الحرام الذاتي لحم خنزير لحم ميت الحين الحرام اللي مرتبط بحقوق الناس هذا لحم شات هذا خبز هذا ماء لكنه ملك الآخرين فواضح ما يجوز للإنسان أن يأخذه فإذا اضطر إلى ذلك وأكل أو شرب يجوز له للاضطرار وهل يضمن قيمته لصاحبه نعم يضمن الحكم التكليف يرتفع وهو الإثم هذا لو واحد يأخذ خبزة شخص آخر يأكلها من دون إذنه أولا مرتكب معصية عليه إثم ثانيا هو ضامن يكون يروح يرجع هذا شيء أو قيمته إلى صاحبه المضطار يرتفع عنه الحكم التكليفي وهو الإثم لا إثم عليه لكن الحكم الوضعي باق بحاله يكون بعد هذا يدفع سعره قيمته لصاحب ذلك الطعام أو ذلك الشراب على شنو الحرام أكله أو شربه مو بالضرورة دائما تترتب عليه آثار تكوينية آثار وضعية مثل ما يسمونها هناك أشياء هي بذاتها فيها ضرر ذاتي فيها أثر عادة يمثلونها بالخمر الذي يشرب خمر ولو كان مضطر يسكر يقول ما أنا مجبور شنط هم لازم أسكر إيه تسكر هذا الخمر بطبيعته مسكر مجبور شنط له مختار أو مثلا أفرض لحم الخنزير أجلكم الله الوارد أنه يذهب بالغيرة لحم الميت الوارد أنه يقس القلب الحين واحد يقول أنا مفطر أو ما تش نتأدري هذه مدة يجيبوله لحم وياكل بعدين تبين هذا لحم غير مذك يقول أنا ما تش نتأدري أشو قلبي صار قاسي يقول لي صار قاسي يقول أنا ما تش نتأدري لا تدري تدري لو ما تدري هذا اللحم بطبيعته يقس القلب رضيت أم أبيت لكن هذه مدائما موجودة مثل هذا الفرض الشخص الذي هو مضطر أن يأكل طعام للغير وهذا الطعام بذاته ما في مشكلة هذا خبز هذا اللحم هو بذاته ما في مشكلة المشكلة أنه هو حق الناس فإذا ما كان معتدي ومو في حالة عدوان أكله مضطرا إليه ما لا تأثير كثيرا ما أكو كلمة تنقال ما دام وصلنا لها الحشي تنقال أنه ترى ديروا بالكم لتأكلون الشيء المشبوه هذه إذا كانت الشغلة محرمة الرواية تقول اللقم الحرام إذا دخلت الجوف لا يستجاب لصاحبها أربعين يوما لا يستجاب دعاؤه لا يقبل عمله هذا المثال خطأ هذا مثال غير صحيح ليش لأنه عدم استجابة الدعاء عدم قبول العمل ليس أثرا تكوينيا في الشيء وإنما هو نوع عقوبة من المولى جل شأنه يعاقب الشخص اللي يأكل الحرام عمدا ملتفتا أما إذا هو ما كان يدري الله عز وجل ما يعاقبه ما يؤاخذه بأن لا يستجيب دعاءه بأن لا يقبل عمله هذا مؤثر تكويني مؤثر وضعي هالمثال خطأ كثيرا ما يتكرر هالمثال هالمثال غلط قول مثلا نجيب مثال أنه يعكن لحم خنزير تروح غيرته يقول والله أنا ما أش نتأدري هاي المدة يجيبوه لحم خنزير وهو يعكن ما يدري يقول هذا لحم خروف عقب من شاب غيرته قاعد تروح شوية شوية تروح لأن هذا أثر موجود في نفس اللحم في نفس اللحم شيء أكو فيه شيء أثر هالتأثير زين خلص هناك مجموعة أمور ورد استحبابها أو كراهتها وترتبط بالأكل والشرب بالأطعمة والأشربة منها غسل اليدين قبل الأكل اثنين هم ايديه اثنين هم يغسلهم قبل الأكل ورد في مضمون الرواية أنه إذا غسل يديه قبل الأكل وما نشفهم ويغسلها وينشفها لا وهي مرطوبة يجي يأكل يحط إيده في الطعام ويأكل فإنه لو فعل ذلك صار في الطعام بركة طبعا هذا اللي يأكل بيده يحط إيده بالطعام ويشيل يأكل أما اليوم الترقي اللي قاعد يحصل عند كثيرين بإيده ما يريد يأكل إلا بملعقة وبعضهم ترقع أزيد يريد شوكهم وياها يحط وحدين من الثانية يشيل الأكل يحط بالملعقة وبعضهم يريد كرسي يبعد عليه ويحط له طاولة ويحط له خرق بيضة وإلى آخره إذا ما حط له شموع بالأثناء هم كذا حتى يصير الجو كذائي الشبع الشبع شي يسوي بالإنسان نعوذ بالله حقيقة يعني أكو ناس ما عنده خبزة يأكلها وناس هالشكل يتصرفون هالتصرفات الحين لو واحد يقول هذا حرام لا مو حرام مو حرام لكن هناك أمور الشريعة حثت عليها مثلا مثلا وارد الأكل على الحضيض يعني على القاع على الأرض مستحب واحد يقعد على القاع مو على الزولية الحين احنا واحد يقول احنا قاعدين على القاع الأرض مو مقابل الكرسي لا نفس التراب على الأرض رواية عن النبي صلى الله عليه وآله خمس أو أربع لا أدعهن حتى الممات وحدة منها إذا ذكرتها حين كلها أو بعضها بس محل الشاهد وحدة منها تسليمي على الصبيان من أشوف الأطفال بالسكة بالعاقل أقولهم سلام عليكم أكون ناس هذي يشوف كبيرة علي يقول هما خل يجون يسلمون علي هما ما يعرفون ما يعرفون أنت سلم عليهم يوم يومين راح يتعلمون يجون هالمرة هما يسلمون عليك وإلا إذا أنت ما تدير بال لهم وتعبر هما ما يدير لك بال ما لهم شغل في الموضوع هذا مستحب التسليم على الصبيان واحد يدخل ببيته أولاده بناته قاعدين يقول يعني أنا أسلم عليهم إي أنت أسلم عليهم الداخل يسلم لا يتوقع هو يجي يطالعهم هالشكل وكونهم يقومون يسلمون عليه ويردون يبوسون إيده وزين رجلة ما يريدون مثلا أكو بعض مشكل يتعامل ويا أهله شنو تطلبهم طلابة عبيد عبيد إليك إما تريدهم إلا يبوسون إيدك ورجلك ووالله شنو يصرف عليهم يعطيهم شوية طعام مثلا دشداشة ثوب هذه ما تصير على كل تسليمي على الصبيان اثنين ركوب الحمارة مو كفا مو كفا شنو معنى إما بدون شيء أو خرقة مثلين يحطها من دون تفاصيل من دون تفاصيل شرج وكذا شيء مختصر وحدة منها وحلبي العنزة بيدي السخلة السخلة العنز أنا أحلبها بإيدي هذا نوع من التواضع يعني النبي صلى الله عليه وآله ما يقدر يقول للواحد روح يحلب لي العنزة يقدر هذا التواضع وحدة منها أكلي على الحضيض على الحضيض ضاد ضاد أخت الصاد شنو يعني على الحضيض يعني ألقع ألقع الحين نحن هذه هالأيام نادرة بالنسبة لنا أنا مرة مرتين بالبيت قلتنا خلينا أكل يوم من الأيام على الحضيض حين شصاير وخوش حضيض هم عدنة كل أرض كذا ناعمة ولطيفة يعني ما فيها شيء مو حضيض تراب ووحد يتدمر ومع هذا اللي يصير سفرة وتفرش يحاول الإنسان بالسنة بالسنتين مرة يشوف لقاع ويقعد عليها وياكل زين هذا زين الحين تتطور يريد قلت ملعقة وشوكة وبعضهم ما يعكل ما يعكل إذا ما كو شوكة وملعقة يقول شلون أكل من يصير ما عنده شيء ذاك الوقت يعرف شلون يعكل بإيده مثلا وكرسي وطاولة وخرجة بيضة ويريد شموها ميشبولة بالأثناء ما علينا فيغسل يديه قبل الطعام والرواية تقول لا ينشفهم هي مرطوبة قاعدة تنقط يجي يحط إيده بالأكل يحطها فهذا يورث البركة في الأكل أكو شيء اسمه بركة هذه البركة شغلة تحس ولا تلمس مو كل شيء ينقاس بالأيدي قول بله حطي شوية بركة بإيدي هذه ما تقدر تلمسها بإيدك بس هي محسوسة يحس الإنسان أحيانا يحصل له مبلغ من المال يشوف بيه بركة بركة يستفيد منه يعكل يشرب يشتري له سيارة يشتري له كذا يستفيد منه وأحيانا لا هو نفس المبلغ ما يستفيد منه صير عنده نشلة بطنة توجعة يروح للمستشفى أخذه منه طارت المية 200 دينار راحت يعني ما صار بيها بركة ما استفاد منها أو سرقت منه أو أي شيء آخر صار يعني حيف واحد يستحيف أنه 200 دينار 100 دينار تروح بهالشكل شغلات ويحصل فيها خير أحيانا البركة شيء ثابت الروايات والآيات أموما فأول شيء يغسل يديه قبل الطعام هذا واحد اثنين بعد الطعام يغسل إيديه عقب الأكل يعني أكو ناس ما تغسل إيدها بعد الأكل فعلا أنا اليوم أشوف بهالزمان ناس لأنه يأكل بالملعقة والشوكة صار ما يأكل ما يرضى أنا شفت بعض المؤمنين مؤمن هو خير لكن يصر إلا بالملعقة والشوكة كذين حين أكل افتهمنا بهذه خلص ما يخسل إيده على أساس والله إيده نظيفة إيده ما صار فيها شيء خلص قام راح قعد أو نام أي شيء غسلوا اليدين بعد الطعام ممدوح وخصوصا اللي يأكل بإيده سابقين بعضهم منشان يأكل بإيده ما يخسل إيده إما لشح المياه أو صابون ما عندي يفرك إيده بلقاع وخلصت مثلا ممدوح من الأمور الممدوحة غسلوا اليدين أيضا بعد الطعام هذه اثنين ثلاثة أن يبدأ صاحب الدار إذا كان عنده ضيوف أن يبدأ هو بالأكل راع البيت هو يبتدي يأكل أول شيء وبعد يكون آخر واحد يقوم عن السفرة يخليهم كلهم يقومون هو يقوم بعدين وعلي لذلك بأنه ربما بعض الضيوف يخجلون أن يمدون إيدهم كذا خلي هو يقعد يمد إيده هم راح يتشجعون بعدين ليقوموا بسرعة لأن إذا قاموا بسرعة ذول الضيوف هم يقولون قام راع البيت شنس وإحنا إلى أن يقومون هذه مستحبات آداب وبعد مستحبات أخرى تأتينا إن شاء الله